اشتركوا في القناة فإنها تجم الفؤاد وتقوّل بدن لأنه في معنى الحديث يعني لأنه في أسم الرواية عليكم بالتلبينة فإنها تجم الفؤاد وتذهب ببعض الحزن وبحديثة تقوّل بدن وطبعا هذا الحديث موجود أخرجه الترمذين والتلبينة هي مجروس الشعير مطبوخا في حليب يطبخ جيدا ثم يضاف عسل النحل مع السمن البلدي أو بدون السمن البلدي فإنها تقوّل بدن وتنعيش القلب وتحميه بمعنى أدق نستطيع أن نأتي على سبيل المثال بمئة جرام شعير ونضخهم في كأس حليب كبير وبعد ذلك نضيف العسل والسمن البلدي فإنها تقوّل بدن وتنعيش القلب وتحميه ويمكن كذلك أن نطبخ الشعير أولا بالماء ثم نضيف الحليب ثم السمن والعسل ويكون ماشاء الله وجبة متكاملة فلا بأس إضافة الماء أولا مع الشعير عشر دقائق ثم نضيف الحليب ويبقى خمس دقائق ثم نضيف العسل والسمن وهكذا فكلها ماشاء الله مفيدة بالطرق التي دخلتها هذا ما أحببت أن أقوله لكم في علاج الوهن والضعف العام من حديث نبينا خير الأنام صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر